السلام عليكم يا رب تكونوا جميعا بخير النهاردة معنا التوست الجميل اللي احنا شايفينه ده قد ايه هو هش كده من جواه والجمان شبيه جدا للتوست الجاهز وعايز اقول لكم انه قريب شوية كمان في الطعم من الانجليش كيك الحقيقة ان النهاردة التوست بتاعنا ما فيهوش ولا نوع من الدقيق ولا دقيق ابيض ولا امح ولا دقيق شفان ولا دقيق اصفر النهاردة معنا مكون مختلف تماما عن باقي وصفاتنا للتوست علشان التغيير طبعا مطلوب والحقيقة ان انا كمان شفت اكتر من وصفة لي وعجبتني جدا حبيت ان انا انا انفذ معاكم الوصفة وصورتها لانها عجبتني اوي مش قادر اقول لكم قد ايه هي بسيطة وسهلة وبجد الطعم كان تحفة يعني ان شاء الله انتوا كمان تشوفوا الفيديو للاخر وامشوا على الخطوات مظبوطة وجربوا الوصفة وقولوا رأيكم شايفين شكله قد ايه جميل وبجد كان طعمه حقيقي تحفة وطاري كده وهش جدا من جواه والنهاردة كمان معناش لا خميرة ولا الكعبلة بتاعت التوست النهاردة معانا حاجة بسيطة جدا زي ما احنا شايفين المكون بتاعنا العدس الاصفر ما تستغربوش ابدا حقيقي ان بجد طعمه مش هيبان ابدا في الوصفة معانا كباية من العدس الاصفر وحننقاها في كباية مية كده تقريبا لمدة ساعة زي ما احنا شايفين وهو ده المكون الرئيسي للطوست النهاردة معانا وبعدين هنرجع دلوقتي بعد ما نقاها العدس بتاعنا زي ما قلت لكم لمدة ساعة هنصفيه من ميته وهنبتدي نكمل باقي الوصفة بتاعتنا الكمية هنا اللي هتطلع من التوست مش كمية كبيرة فاقمشوا على الخطوات بالزبط وعلى المقادير هنحط بقى العدس بتاعنا بعد ما صفيناه من المية في الخلاط في الكبا اللي موجود عندكم وهنكمل باقي المكونات بتاعتنا حقيقة دي ايه هي كانت تجربة جميلة جدا فانتو كمان شوفوا الفيديو زي ما بقولوكم للا اخر كملوا الوصفة بالزبط وحاولوا تعملوها بنفس الخطوات فان شاء الله هينجح معاكم من اول مرة هنضيف بقى تلاتة بيط بدرجة حرارة المطبخ ومعايا كمان معلقة صغيرة من الفانيليا وممكن كمان اضافة معلقة كبيرة من الخل لو تحبوا بس انا اكتفيت بالنسبة لي بالفانيليا بس وبعدين هنضيف كمان كوب صغير كده من الزبادي تقريبا حوالي 100 جرام اختاروا اي نوع زبادي انتو تفضلوه زبادي لايت زبادي عادي مفيش مشكلة خالص وانهاردة احنا معناش خميرة في الوصفة معانا بيكينج بودر معلقة صغيرة مليانة من البيكينج بودر ورشة كده صغيرة من الملح زي ما بقول لكم التوست بتاعنا النهاردة ما فيهوش يعني خميرة بقى ونسيبه ونرجع تاني بعد ما العجين يريح بالعكس للوصفة بسيطة وسهلة جدا زي ما احنا شايفين كده مع بعض هنضيف بقى نصف كوبية من زيت الزتون ممكن تستخدمه اي زيت تحبه وطبعا ما نصحش ولا بزبدة ولا بسمنة يعني الزيت اخف بكتير انا هنا ضفت النصف كوبية من زيت الزتون وحضرت بقى جنبي اللي هو القلب الصغير ده قلب الانجليش كيك اصغر قلب زي ما انتو شايفين كده ونحط ورقة زبدة وياريت تدهنوها زيت او زبدة او اي مادة دهنية علشان التوست ملزقش فيها وسخنت الفرن جنبي درجة حرارة 170 وجبت سنية اكبر منها وحطت فيها مية فهبتدي هسوي التوست بتاعي على حمام مائي تقريبا هياخد حوالي ساعة ممكن ساعة او اكتر من ساعة على حسب الفرن بتاعكم احنا هنختبره بعد ساعة هنحط كده في الشوكة او سكينة او الخلة حتى علشان نختبره ونشوفه من جواه لو طلعت معنا نضيفة هيبقى التوست استوى وزي الفل ونسيبه خالص لغاية ما يبرد تماما ونبتدي نقطعه شرايح كده متوسطة زي ما احنا شايفين مع بعض بجد كان طعمه زي ما بقولكو جميل جدا جدا طري وهش وقريب قوي للطوست الجاهز وطعم زي طعم الانجليش كيك وعايز اقولكو كمان ان طريقته كانت بسيطة جدا وسهلة اتمنى ان انتو كمان تجربوها وتقولوه رأيكم وقد ايه حقيقي ان طعم العدس مش بعين تماما فكانت الوصفة حقيقي جميلة شايفين الشكل بقى والطعمة ايه كان رائع ان شاء الله انتو كمان تجربوه وتقولو لي رأيكم اشوفكم الوصفة الجاية على خير شكرا جميلة شكرا جميلة